السلام عليكم ورحمة الله وبركته مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد قبل البداية لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداني يعاني مع فريقه معاناة كبيرة وكبيرة جدا حيث بعد أربع مقابلات أجراها فريقه لم يستدعى ولو لمقابلة واحدة عناء سوداني استمر مع ممرور هذه المقابلات ويحتاج إلى إيجاد حل وإيجاد فريق آخر حتى يخرج من الأزمة التي يعيش فيها في لقاء نيس مع لانس هشام بودوي يبرهن على مكانته الأساسية في محور وسط الميدان ودار مقابلة في القمة مع لانس ولذلك اختير كأحسن لاعب في لقاء لقاء نيس ولانس الذي سجل فيه اللاعب الجزائري الآخر عالطال هدفا رائعا إدارة الأهل السعودي تطلب خدمات ماندي بعد أن فشلت في طلب خدمات بالعمري وأظن أن ماندي غير مهتم بهذا ماندي يريد فريق كبير في أوروبا أو البقاء في فريقه فريق بيتيس الإسباني خبر اليوم من البريمير ليك حيث قالت إدارة تشلسي لومبارد من على رأس العارضة الفنية لفريق تشلسي وبهذا تنتهي مغامرة لومبارد مع تشلسي بعد سلسلة النتائج الغير إيجابية لعبنا الجزائري رشيد غزال يقود فريقه بيشيكتاس إلى الفوز ضد قلت فريق غوستيبي سبور التركي بحيث مرر التمرير الحاسمة التاسع نافيان باس دي سيزيف في الشمبيونة ترك مع فريق بيشيكتاس التركي وبذلك رشيد غزال في هذه الأسابيع يقدم خدمات جد رائعة وإمكانيات جد ممتازة والتي عودنا عليها مع الفرق التي لعب فيها ولكن رشيد غزال لم يكمل اللقاء لأنه تلقى بداقة صفراء والمدرب انتعو خاف خاف عليها خاف على البطاقة الحمراء لأن اللقاء كان في خشونة كبيرة هو مهاجم كما تعرفوا وتعرفوا الحرارة الجزائرين إذن المدرب فضل أنه يخرج رشيد غزال الذي قاد فريقه بيشيكتاس إلى الفوز وتمرير التمريرة التاسعة شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك ديرونا لايك لهذا الفيديو هذا الإعلام يزوير عشور يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنك تسعى